ما انت اكيد هتشوفه وتتطمن عليه بنفسه طب لو مش عايز تقول لي هو فين قول لي هيرجع انت من السفر وانا استنى في المطار يا ريك تفوت دي كمان يا بوسيان طب ليه؟ غير ليه لو عايز رأيي انا افضل لك مطرحلوش في المطار استنى لحد ما يخرج بالسلامة ويرجع عندك هو نادر يعرف حاجة؟ لفكرة انا ما عنديش وقت ارد على كل الاسئلة دي لان انا مشغول جدا يا ريك كمان ما تتصلش بي انا اللي هتتصل بي انا متشكر جدا يا ريك تعمل تعمل ماذا؟ شايف حد تاني؟ انت هنا من انت؟ ساعة من الاستاذ قالك ان المرحلة دلوقتي عدت حكاية المعلومات ماذا؟ بتتجس علي يا سامي علي انا طب ليه والمصلحة ايه؟ المصلحتك انت وعيلتك كلها يا جبان يا حخير لو بتتجس علي وتقول المصلحة عيلتك يا جبان قل كل اللي انت عايزه لو ضربتني كمان انا هعزره اضربك انا المفروض امس احبيك بلاط النادي بعد ما سمعت اللي سمعت وشفت اللي شفته قل لي السبب واحد يخليك تعمل كده السبب واحد يخليك تخني وهو هتقول لي ان هما ضخطوا عليك لاني مش هستدقك ارجوك ما تضغطش انت علي عشان تعرف السبب انا بابتول اضغط على زمات رئابتك دلوقتي حالا واطلع روحك في ايدي كنت عملتي كده نادرة انا ما عملتش كده الا لمصلحتك تاني احطولي لمصلحت ايدي دفعولك كان بقى يا استاذ عشان تشتغل مرشد بالقليس معلوماتي ان هما بيتفعوش كويس كنت اقول لي وانا اتفعلك اكثر نادر ارجوك ارجوك انت يا سامي لو سمحت بفضلك امشي ديوقتي امشي بدل مطلع روحك في ايدي يا دلوقتي حالا يا نادرة لو بتاع فلوز بنتقول كنت اشتغلت معاك في الغرباء زي ما طلبت مني كنت قربت منك ومن والدك ادهم الغاز عشان اعرف التازه كويس بعد اللي عرفته عنه التاز ادهم الغازي بعد اللي عرفته عنه عرفت ايه عن ابو يا سامي وانا ما عرفه بش مش حقدر اقول حتى بعد ما صابت المباحث قالك ان يدورك اتهب لكن اللعبة لسه ما انتهتش انتو لسه في خاطر يا نادر بخاطر الدنيا كلها كانت تكون احسن ما شوفك في الموقف ده يا نادر الموضوع اكبر مما تتخيلوا تبقى عرفت مين اللي هو ورا اللي حصل لنور ورا كل اللي بيحصل لنا بالاسف انادر الشكوكك كلها كانت في محلها ومهما خيالك كان بيصور لك المشاكل اللي بشوف لوالدك لكن ليه الاسف الوقع اسف فيبقى انت عارف حاجة ومخبيها وارجوك يا سامي اتكلم وايه اللي هتخليني فيها لان ارتكب عمل جنوني هقولك انادر هقولك بس مش عشان خايف انك ترتكب عمل جنوني زي ما تقول لا لان انت من حقك تعرف كل اللي انا عرفته يمكن تقدر تعمل حاجة خلاص اتكلم يا سامي اتكلم هتكلم يا نادر بس قبل ما اتكلم لازم تسامحني على كل اللي عملته معاك ولازم تفهم حاجة مهمة قوي كل اللي عملته ده عملته لمصلحتك انت بس يا سيدي خلاص مسامحك ارجوك تكلم يعني خلاص اعصابي مش مستحملة ادهم الغازي والدك من اكبر تجار السلاح في العالم انا كن حاسس موسيقى 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 المترجم للقناة 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 المترجم لك المترجم لك المترجم للقناة 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 لا يوجد مكانه دليل أن ساعدت كنسة التفاصيل العملية والشفرة التي كانت مع إيمان هانم وتتكلم في أحسيس ومشاعر وأعتقد أنه لا يوجد وقت عندك حانم لكن أنا ليس ضعيك كما أنت فاكر أنا أغلبت كان لازم أخذ المعلومات منه على الديسكي بيلوت لكن سبتوا مع إيمان كنت منتظر أي حركة تغادر من دونسل لكنهم لا يعجوها صح ونحن في سياسة اللعبة من عيدنا دائماً نلجأ لمنطق القوة السؤال الذي تعلمت أجاوب عليه منك أن الواحد فصت الأحليس يسأل نفسه مين الأقوى دونسل مطلوب أني أجاوبك مطلوب أن تجاوب روحك لأن أتصرف بناء على ما ستقوله لكن أنا أوفر على سعادتك التفكير لأن الرد معروف والحل الوحيد الآن لأنقاذ ما يمكن أن ينقاذه هو أن سعادتك تسافر وتقابل جماعته على شمال آسيا الذي يعولك صفقة السلاح الأخيرة ترجمة نانسي قنقر ستسافر أكيد سيؤثر الموظف عندما يرى الشريط معك للأسف الوقت فات لأنه كان مفروض أني أبعد فاكس بالبيانات والبيانات ليست لدينا فاكس هذا ما عاده أنه يوصل على مجمعات شروق الشمس بالقاهرة السلاح ده مدفوع تمن وكاش مسحوب من حسابي في بنوك سويسك معنى كده ان انا برفع الرايل بيضة لطومسون وللحصر ان اسمها سليم في منطق سياسة القوة التي تعلمت منك مش مهم نرفع الرايل بيضة بمي المهم دلوقتي مصلحتنا لان العملية دخلت في ميليا عرض تبقى مصيبة لو السلاح ده كله وقع في ديه من وقع الشفرة اللي لقوها مع ايمان تبقى كارسة وتحكم علينا بالموت وبانا قدمت اكبر هداية في حياتي لطومسون وسليم ظهور ثابت مع عز في الظروف اللي احنا فيها ديه وبالاسلوب ده ملوش غير معنى واحد نويني كسفوا نشاطهم الارهابي في مصر يعني نويني على الخراب وده الشيء اللي يمكن اسمح بيه ابدا حتى لو دفعت حياتي تمال لدان موسيقى 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 يا بي تولي ايه تولي ايه هربي عني ايه وشتا الحاصل ديكم ايه احنا كنا منفرتوكم برصاصة يا باشا بس الامر اللي عندنا محلوطها كان احنا ما نموتوش مهما يحصل منه مات موتوش اي من هادم اللي ما يهرب لا احنا احنا ضربنا علينا الكثير بس هو كان عامل زي فوق الوز وكلابي حاصلكم فين لا ده ما خافش من ضرب النهار يا بي لا خاف من كلاب السابق يا الله خلوا اردامي يا بي يا بي احنا نبيع للحصر الجرح مات مونا لها دمبيع للحصر الجرح فدي مصيبة فيها انا عبيتها اكترافة بمعيد هنا عشان محدش يا عموة ايشان محدش يا عموة أمس واضح ان انت كويس وحمده وزا كنت من فك اي رحنة معدش مال لا يا فندم راحك ايه انا ما فيش اي حاجة فالص ايمان عرف انها اصابت فريص اه با امن اما كان لحظة فروجي الهدف لكمبرينج ايتها ايمان بتقولي انها بتقضيلي الجميل وعايزاني اهرب او اموما كل ده احنا كنا عميل حسابه اول ما توصله مرس يا فندم أنا شايف أن الحكاية كانت تعقدت زيادة بعد اللي حصل ده قدم أكيد حيحاول يأمن نفسه وخصوصاً أن أنا انكشفته قدامه خلاص يا رأفت مش أدهم اللي قال للإيمان لأنه لحد دلوقتي لسه معرفش إيه؟ معرفش؟ أيوة معرفش لقال لها ثابت وعز والمكالمة اللي هي عملت لك من الموبايل بتاعها كانت في الوقت ده لسه موجودة هناك يعني أمك من هناك لسه ما تحركوش؟ أيوة لسه ما تحركوش طبعاً يا فندم أنا معي عشوية التسجيل اللي كان موجود في الجهاز اللي كان في الفيلا خطر 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 لأن ده هيأجل معرفته أن أنت ظلت طبعاً يا فندم دلوقتي خطط حضرتك بنسبة لأدم هتكون إيه؟ الخطورة دلوقتي مش من هده الخطورة من سابق وده السببين السبب الأولاني لأنه عايز يفوز بالصفقة اللي عملها أدم الغازي وده موضوع ما يخصناش قوي السبب الثاني بقى هو عايز يستغل لخمتنا بسبب الصفقة دي ويهرب شحنة السلاح على الحدود بتاعت مصر معقول؟ معقول يكونوا نوين نعملوا كده فعلاً؟ عموماً إحنا عمليل حسابنا لكل الاعتماد برضو يا فندم لازم نعمل حساب أي مفاكس أيوة يا رقفة منعشان كده قبلتك هنا لأنه ما فيش قدامنا واحدة وبعدين لازم نركز على سابق أدم عايز ينركينه شوية بعيد عن الحدام بعد يزن حضرتك يا فندم أنا شايف إن إحنا لازم نعمل العكس يا رقفة تفهم الفطورة دلوقتي مش من أدم الفطورة من سابق يا فندم لا أدهم دلوقتي بقى أخطر من الأول إمام مش موجودة معاه أيوة اللي هيستقبل شحنة السلاح اللي متهرب على الحدود هو سابق خلاص نستنى لغاية ما يخدها ونمسكه بيها افهمني بس سابق دلوقتي بقى خطير جداً ما عايز يزبط للناس اللي برا إنه هو كفه ويعتمد عليه عشان كده إحنا لازم نمسكه اللي لادي لازم اللي لادي نخلص العملية دي كلها اشتركوا في القناة اه 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 إسا مالذي برضو ما قالتش عايزة تدفن فين؟ لسا يا فندم لا أنا عرابت يتحكم في مصر عرابت تتحكم في مصر وعلى مزاجها أو لا ايه؟ والجرائم اللي ارتكبتها ها هنا افتاح للباب، يطلق اظن مش محتاجة افكاري كنا ميلا مفتكرش انك نسيت الظابط اللي استقبلك في مطار قاهرة لما جتي مترحلة من لبنان بعد القبض عليكي طبعا مفتكرش ان في قانون بيقول ان اول واحد يستقبني اول اخر واحد يشوفني قبل ما موت عندك حق يا مدام فعلا مفيش قانون بيقول كي بس برضو مفيش قانون بيقول ان المزن بيطلب من المحكمة ان يتحاكم في بلد غير اللي خرب فيها وضرها وعظن انت عارفة كويس انت عملت ايه انا اتقبض عليها في لبنان اتقبض عليك في لبنان لكن قضيتك الرئيسية كانت ايدا في مصر انت انت ليلي عشان توليلي انت عايزة تدفني فين وازاي واموما ايا كانت الطريقة احنا تعودنا ان احنا نحترم جسم الانسان اللي ربنا ادهوله امانه سواء كان حي او ميت اش حاولي ايه مش حاولي ايه مش حاولي لاني اصلاً رفضة تنفيذي الحكم ده وادولي اي مكان تاني اي مكان تاني اللي هنا اي مكان تاني اللي هنا للدرجاتي بتكراهي البلد دي بالعكس دي البلد الوحيدة اللي أنا حبتها أنا عشت عشت فيها أجملة هي بحياتي لفيت الدنيا كلها محبتش عيش غير في مصر مع ناس هات ضيبين اللي ما بيحبوا حد بيحبوا من قلبهم ويحبوا سيادة عن اللسوم وده وده اللي بيطمع فيكم الناس كلها يا السلام ولما أنت بتحبيها قوي كده خونتها ليه تعاونت ليه مع اللي عايزين يخربوها كت كل حاجة بنا عشان عيش عشان مغرش وديك غريتي جريتي على أعلى قمة في الجبل وفكرت إنها تحبيكي والنتيجة هي يا ريت تعرفوا وإنتي واللي زيك إن مصر عندها أولادها اللي بيخافوا عليها وبيحبوها ويقدروا يحفظوا عليها صحيح فيه أخطاء بس بتتعالج يمكن الوقت يتأخر شوية لكن عايزك تعرفي حاجة مهمة أنتو واللي زيك إن حصر الهزي مخلص إنتا رالت الموت تسبل بددت برضو ما أولتيش إنتي عايزة تتدفني فيه جاة فري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مالك قدم بيه تفتكن ليه النيل قدر يتحدث زمن لماذا يا طرح؟ لأنه عظيم لو نحن نريد أن كل شيء في حياتنا تبقى عظيمة يجب أن نتعلم من النيل فاضح أن تأتي هنا كثيراً وأنا لم أكن أعرف تعرف علاقتي مع النيل تبدأ تقول عليها كده علاقة خاصة جداً هناك شيء حولها لك لا أحد أعرفها أن كل ما تصادفني مشكلة كبيرة باجي هنا وفي قدام النيل مهما كانت المشكلة كبيرة قدام النيل بحس الناس صغر قوي أه أنا واثق لو كنت شاعر كنت كتبت قصائد غزل عن النيل تعرف النيل اللي أنت شايفه قدامك ده مش محتاج الكتب فيه شاعر أو غزل إحنا محتاجين نتعلم منه كنت طلع عمري بس أل نفسي لماذا أجانب لما بيجوا بيقف ينبهر قدام النيل وعرفت لما بيجوا بيجوا عشان يتعلموا منه وفي النهاية بيحترموا وبينحنوا قدام عظامته لنما أنت ما قلت ليش كنت عايز لي فيه كنت عايز أكلمك بخصوص منصور عرفت أنه هرب عرفت؟ عرفت من مين؟ من صوتك وأنت بتكلمني في تليفون بالرغم أنك ما قلت ليش أنك عرفت بس تعرف بقى أنه هرب متأخر كان لازم يهرب قبل موت إيمان تب والعامر يه دلوقتي؟ منصور دة كارت محروق بالنسبالي وجوده وعدمه أصبح ملوش أهمان لكن فيه خطورة لأننا مش عارفين إحكايته بالزبط خصوصا في الموقف الصعب اللي إحنا محطوطين فيه الموقف اللي إحنا فيه ده هو اللي خلاني ياجي هنا قبل ما روح لسابت انت فعلاً هتروح لسابت؟ ما تخافش هتفضل طول عمر الرأسي مرفوع وطول ما أنا عايش مفيش حتة سلاح واحدة عتخش البلد وتوصل إيدين المطاريد والإرهابيين حتى وإحنا في الموقف الضعيف ده؟ أحياناً متفرد عليك واقع بتبقى أنت مش عايزه بتحس معاه أنك إنت في موقف ضعيف مهم أنك إنت استحمل شوية لجايت لما تفاجئ خصمك بالضربة القضية أفهم من كده أنك محضر مفاجأة الزابت؟ مفاجأة هتكون للك كل ليه صوتك فيه نبرة حزن؟ أنا من يوم ما اشتغلت مع تومسون وغيره في تجارة السلاح كنت كبير قوي قدامهم وقدام نفسي لأنني قررت من البداية إن مفيش حتة سلاح واحدة عتخش متهربة البلد بالشكل ده يكون شاركت بجزء صغير في الحفاظ على أهل بلدي ونسها إحساسك ووطنيتك أم اللي خلوني أخدمك طول حياتي وأفديك بروحي أنت حتكون امتداد لي يا جو عشان كده قررت قابلك قبل ما روح قابل سابت بس أنا دا اتصلت بيك أنت لو كنت استنيت ديئة واحدة كنت لقيتني كلمتك بما تكلمني أنا عايزك دلوقتي تروح المكتب وتستنين لغاية لما أتصل بيك يا أدهم أرجوك طمني وقل لي فيه بالزبط أنا أصلي لازم أحسم كل حاجة طيب خلاص أنا لازم أكون معاك لا أنت عارفني كويس أنا في الموقف دي لازم أوجهها لوحدي أيو بس المراضي الزروف مختلفة خالص وده سبب أدهم أن أنا أتصرف لوحدي يلا يلا روح يا من اللي أنا قلت لك عليه هاي بس أنت ما قلت ليش أعمل حاجة غير أن أروح أستنى في المكتب دورك لسه مجاش بعد ما قابلتي لسابت دورك هيبقى أهم أنا مش فاهم دقي إزاي يعني مش فاهم هفاهمك كل حاجة بعد ما قابل سابت ياه بلدنا دي جميلة بشكل ولازم نحافظ عليها هاهاهاهاها تفتكر أدهم الغازي يعمل يد دلوقتي بعد الشريط اللي احنا بعد نقوله لو كان شاف الشريط ده هيبقى أكيد بيفكر ازاي في جينا هاهاهاهاهاها أدهم الغازي ده خلاص فقط مميزاته ما بقاش أدامه دلوقتي غير انه يتلقى الضرباته بس بحد ما يدوخ ويقع على الارض بالضربة الغاضية عشان كده ساعدتك فكرت في موت ايمان كان لازم يفقد الامل في انه حتى ممكن يلاقيه ايو بس ساعدتك احنا كده ما عملناش حاجة لاننا ما اخدناش منها اللي احنا عايزينه اه دي مهمتك انت بقى يا بطر لا يا سابت ليه انا ليه مهمة محددة اجيبلك ايمان لغاية هنا لكن ادم وشغله بقى ده اتصاصك انت في ساعدت الباشا انا عندي ناس دفعيلي عربين هم استنيين البضاعة الجديدة الجرية عايز انت نسيت شغلك ولا ايه ازاي عايزنا تديك بضاعة جديدة والاحوال مستقرة فوق بقى العب لعبتك ولع الجو مش عليلها يعني مثلا تشوف عيل صغير من عيلة كبيرة يضرب واحدة ستة او رجل كبير من عيلة كبيرة تانية توقع العلتين في بعض الباقي فقى انت عارفه بس قبل ما ده يحصل لازم تخلص مهمتك هنا وتفتكر ساعدتك هنقدر نعرف اللي احنا عايزينه لازم يا عز لازم وفي ظرف دقايق الوقت بيجري والتأخير مش في مصلحتنا يلا عز يلا ورني شطارتك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اشتركوا في القناة تمثيل الموت أمونا قهوان ألف مرة من الموت الحقيقي أنا صحيح مجربتش الموت الحقيقي لكن اسمعي كلامي طلبتك إيه المرات يا عيز؟ أنا؟ أنا مؤاخزة مليش أي طلبات دي طلباتهم هم بقى وأنت ست العارفين ماشي يا عيز ماشي يا ترى بقى الشريط اللي صورتو ده بعتول مين؟ أعلمني يا قبلة، ما عنديش أوامر أقول لك مدام بقى الحكاية حكاية أوامر أنا بقى كمان مش هقول أي حاجة إلا لما تسفروني لندن للكبير بتاعكم أنا كبيري هنا هو ثابت بيه، ما عرفش حد غيره ومستعد حلفلك حلو، يعني أنت بقيت عضو مهمة قوي في عصابة قطع طرق أيوة بقيت عضو مهمة، تفري إيه يعني اللي كنا فيه لا، دي تفري كتير قوي عايز أنا عارف أنها تفري كتير تفري إن إحنا كنا زمان ما بلاقيش اللقم اللي بالعافية مش ريين حتة للتواف ياغل، صفة الشوارع، وعربية الخردة تفري إن إحنا خلاص، خلاص يا عايز طبع خلاص، عندك حق أستهاني ماكت مش محتاجة إن أقولك على أي حاجة لإنك حرفة كل ده حاجة بس قبل ما تلوميني بقى لومي نفسك، فهمها؟ لومي نفسك أنت؟ بس ظروفي مختلفة عن ظروفك يا عايز مش كتير، مش مختلفة كتير لإن إحنا اللي اتنين بيعنا نفسينا الإبليس من قبل ست البشر اسمه أدهم الغازي، فكرة أدهم الغازي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر quite a bit اشتركوا في القناة